اهلا بكم في برنامج ولنا وقفة اليوم نناقش مستقبل الاتفاق النووي الإيراني على ضوء تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على طهران في حال خرقها للاتفاق الذي تم التواصل إليها عام 2015 الإيران جادة فعلا في تنفيذ تهديدها بتجاوز حجم المخزون المسموح لها من اليورانيوم المخصب قبل نهاية الشهر الجاري وهل اللقاء المقبل بين الإيرانيين والدول موقع على الاتفاق بالعاصمة النمساوية سيكون حوار الفرصة الأخيرة لإنقاذه من الانهيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لماذا فشل جميع الوسطاء في التواصل لحل من شأنه نزع فتيل أزمة البرنامج النووي الإيراني ومن هو الطرف الذي يدفع باتجاه تأزيم الوضع في ظل التصعيد الذي تعرفه المنطقة في الآوينة الأخيرة وعلى الجانب الآخر هل التهديدات الإيرانية مناورة ستنجح في دفع الأطراف الموقع على الاتفاق للتحرك وتخفيف الضغط عليها بما يخدم مصالح تهران أم أنها ستدفع بروكسل باتجاه اتخاذ موقف أكثر حزما يمهد لنسف الاتفاق من أساسه سنحاول إجابة على هذه الأسئلة مضيوفي من تهران الدكتور حسن أحمديان أستاذ العلوم السياسية في جامعة تهران وتنضم إلينا من موسكو إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية ومن باريس الدكتور خلدون النبواني أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون مشاهدين نبدأ النقاشة مباشرة بعد التقرير منذ إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في مايو من العام 2018 وإعادة فرض عقوبات عليها وتهديد واشنطن بأن العقوبات ستشمل لاحقا كل من يتعاون مع نظام تهران من شركات أو حكومات أبدت دول أوروبية شركة في الاتفاقية قلقها من القرار الأمريكي المنفرد وحذرت من نسف ما اعتبرته الصيغة الوحيدة التي تضمن إرساء السلام العالمي هذا ما انعكس في موقف الاتحاد الأوروبي الذي بات يتوقع أثارا سلبية على أمن أوروبا ومصالحها الاقتصادية مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج وإصرار كل من الولايات المتحدة وإيران على انتهاج الأسلوب التصعيدي تهران التي كانت تعول كثيرا على الموقف الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي بدأت تلوح بانسحاب مماثل من اتفاق نووي يقيدها ولا يحميها من ضغوط العقوبات الأمريكية مع عجز الأوروبيين عن دفع واشنطن إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي القائم الذي بات بحاجة إلى مناقشة جدواه وفاعليته في ضوء المستجدات الراهنة ولهذا السبب تحديدا يجتمع في فيينا أواخر يونيو الجاري ممثل أوروبا وإيران والصين وروسيا لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع تهران فما هو مصير الاتفاق النووي الإيراني في صيغته الحالية؟ هل ما زالت إيران مستعدة للحفاظ على اتفاق انسحب منه المؤثر الأكبر؟ وماذا عن أوروبا؟ هل هي مستعدة لمواجهة الولايات المتحدة بالالتزام باتفاق نووي لا يشملها؟ أيهم سلمان لبرنامج ولنا وقفة تيارتي عربي وبما أن زاوية التركيز هي المواقف الأوروبية سأبدأ معك دكتور خلدون نبواني من باريس ماذا عن أوروبا؟ ولكن من زاوية تأثر المواقف الأوروبية بتأرجح مواقف الرئيس الأمريكي التي تابعناها خلال اليومين الماضيين؟ دعينا نسجل أن الموقف الأوروبي فيما قبل إسقاط الطائرة الأمريكية كان يتراوح على مستويين المستوى المعلن أو الخطاب السياسي المعلن وهو تصريحات دائمة أو شبه دائمة بأن أوروبا متمسكة بالاتفاق النووي على جميع الأطراف الالتزام فيه هي ضد العقوبات أو انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على إيران وهي اقترحت إيجاد بداء الفعلية للعقوبات الاقتصادية أي إيجاد آلية للالتفاف على العقوبات الأمريكية لتخليص إيران من الأزمة الاقتصادية التي فرضت عليها لكن على مستوى الفعل غير مستوى القول لم تفعل أوروبا سوى بيع الوعود والممواطلة وحقيقة هي لم تفعل شيئا لإنقاذ إيران وهذا ما أثار حفيظة المسؤولين الإيرانيين في أكثر من تصريح بأن الوقت لم يعد يكفي وأن الأوروبيين لم يفعلوا شيء وعليهم أن يتجاوزوا مخاوفهم وقلقهم وترددهم تجاه هذه المسألة الآن مع إسقاط الطائرة الأمريكية يبدو أن الأوراق اللعبة اختلطت من جديد والأوروبيون متخوفون الآن من اندلاع نزاع جديد في منطقة الشرق الأوسط مما سيرتدوا دون شك بنتائج عكسية على أوروبا التي تعاني ما تعانيه من أزمة تدفق مهجرين وهي لن تكون مستعدة بالتالي لذلك وارتفاء أسعار النفط التي أدت إلى الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا إلينا سوبنينا أوراق اللعبة اختلطت من جديد بعد تراجع ترامب عن الضربة العسكرية عرضه حوار غير مشروط مع إيران وإن كان منذ قليل أعلن عن حزمة عقوبات جديدة عن إيران هناك من يقول أنه في هذا الشوط من الصراع ترامب هو من صرخ أولا في لعبة عد الأطراف كيف تنظر موسكو لهذا التطور أوراق اللعبة قد تغيرت بسبب سياسة دونالد ترامب في المنطقة وهذه السياسة مخوفة هي أكثر من مقلقة حتى وهذه الشعور لدينا هنا في موسكو لأنه بالفعل كأن دونالد ترامب ينظر إلى ما يحدث موسكو إلى اللعبة فيها ممكن أن تكون أرباح بنسبة لأمريكا ولكن اللعبة خطيرة جدا لأن نحن في الشرق الأوسط وهي منطقة تغلي منطقة خطرة وأيضا نحن أمام إمكانية المواجهة ما بين إيران من طرف وأمريكا من طرف آخر وحلفائها في المنطقة دونالد ترامب كأنه يتأرجح على شفل حرب بدون أي مبالغة لأنه ما رأينا في حادث طائرة مصيرة فبالفعل كان في خطر توجيه الضربات على إيران يمكن ترامب يبالغ بهذا الشيء ولكنها لعبة خطيرة أريد رأيك سيدة سبونينة بما قال الدكتور خالدون نبواني عن الموقف الأمريكي هل صحيح أن أوروبا كلاما يعني التزمت بالاتفاق ولكن فعلا كانت فقط تبيع الوعود هل لدى أوروبا ما تستطيع عمله في ظل هذه المواقف الأمريكية للترامبية؟ نعم أنا أتفق مع هذا الرأي وما يفعله دونالد ترامب هي ليست فقط ضربة موجهة للشرق الأوسط ولكنها أيضا صدمة بنسبة لأوربيين هم ينتقدون سياسة دونالد ترامب تجاه فلسطين تجاه إيران ولكنهم لا يستطعون أن يفعلوا شيئا ملموسا نعم ضمنيا أوروبا مع الاتفاقية النووية هم بذلوا جهودا مكثفة مع روسيا والآخرين من أجل إنجاح هذه الاتفاقية في سنة 2015 ولكنهم وعدوا كثيرا لإيران في إطار عقود تجارية واقتصادية ولم يفوا بهذه الوعود طيب بشكل سريع هل تقييمك للموقف الإيراني في التعاطب مع المحاولات الأوروبية؟ هل كان موقف إيجابي؟ هل ساعدت إيران الشريك الأوروبي؟ برأينا هنا في روسيا إيرانيين كانوا ملتزمين بهذه الاتفاقية وكل ما فعلوا كان تحت رعاية وكالة الطاقة الضرية ولكنهم بالغوا في تقديراتهم تجاه إمكانيات أوروبا السياسية؟ دكتور أحمديان هل طهران بالغت بالتزام أوروبا؟ أم أن أيضا إيران لا تتجاوب مع بعض النقاط التي تثير قلق الأوروبيين من نواحي الاتفاق النووي تحدد أوروبا بالانسحاب من الاتفاق النووي رغم أنه على الأقل نناقش المواقف الرسمية أنجلا ميركل في رد فعلها على تراجع ترامب على الضربة تعيد لتأكد أن الحل السياسي هو الوحيد مع إيران وهذا موقف إيجابي تجاه تهران طبعا لكن لوضع الأمور في سياقها إيران التزمت عاما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بذلك الاتفاق العقوبات التي كانت قد ألغيت نتيجة لذلك الاتفاق أعيدت بشكل أقصى على إيران الضغط الأقصى يأتي بضغوط كبير على الاقتصاد الإيراني وباقي الأطراف الموقعة على رأسها الاتحاد الأوروبي منذ سنة يحاولون فعل شيء ويقولون ذلك علنا ويقولون أنهم ملتزمون لكن الواقع يقول بأنهم لم يفعلوا شيئا يعني يقولون بأن هناك آلية الولايات المتحدة أعفت مثلا الدواء والقذاء من العقوبات حتى الآن لم تصل شاحنة أوروبية من الدواء إلى إيران بعد فرض العقوبات هذا لا يعقل ولا يفهم في إيران لذلك إيران شيئا فشيئا فقدت أملها بهذا اللاعب الأوروبي ولكن هل هذا كله تتحمل الحكومات الأوروبية لأنه حضرتك أكيد مدرك أنه ربما تكون نوايا الرسمية الأوروبية هي إيجابية تجاه إنقاذ الاتفاق النووي ولكن هناك مشكلة الشركات الخاصة التي التزمت بالعقوبات الأمريكية لأنها في حال لم تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران ستتأثر في أماكن أخرى وهذا يتطابق مع ما قال وزير الخارجية الألماني في زيارته لتهران عندما قال أن أوروبا تود الوصول إلى حلوة لكنها لا تستطيع فعل المعجزات طبعا لا تستطيع فعل المعجزات لكن كان الأحرى بها مثلا أن تترك شركاتها توقع الاتفاق النووي مع إيران إن كانت هي لا تستطيع فعل شائع رسميا هذا كلام واضح بالنسبة لنا لكن الذي لا يفهم في طهران أن الاتحاد الأوروبي كأكبر كتلة اقتصادية في العالم يستطيع إيجاد أهليات رسمية بعيدا عن الشركات لشراء النفط الإيراني مثلا مسبقا أن تدفع لإيران أسعار النفط الإيراني ثم يستورد بعد رفع العقوبات بعد خمسة سنوات وهناك مقترحات عدة من هذا القبيل من قبل إيران اقترحت على الأوروبيون لكن الواضح أن الإرادة السياسية لا تغلب على التخوف من الولايات المتحدة الأوروبيون مرعوبون من الولايات المتحدة ولذلك لا يفعل شيئا ربما ليس هذا فقط دكتور حسن دعني أناقش هذه الفكرة مع الدكتور خلدون نبواني دكتور خلدون الاتحاد الأوروبي ممكن فعلا أن يجد آلية للتعاون مع إيران والالتفاف حول العقوبات الأمريكية الالتزام على الأقل من جانبهم بالاتفاق النووي ولكن القلق الأوروبي الذي عبر عنه لطهران أكثر من مرة ليس فقط عن الاتفاق النووي بل هو عن دور إيران في عدة مناطق في المنطقة واعتبارها عامل قلق وتوتر في منطقة الشرق الأوسط وهنا عدم التجاوب الإيراني هل هذه الصورة دقيقة؟ دعيني أميز مستويين اثنين أولا مستوى النوايا الذي تحدثتم فيه والثاني مستوى الإمكان والفعل على مستوى النوايا لا أظن أن الاتحاد الأوروبي على خلاف ما يطرحه ويقدمه للاستهلاك الإعلامي السياسي ليس له نوايا حقيقية بمساعدة إيران في أزمتها إيران بسياستها الحالية ليست مرغوبة بها في أوروبا أوروبا بالعموم تصرح وصرحت أكثر من مرة عن خلافات أمام السياسة الإيرانية توسعها هنا وهناك تدخلها في هذا البلد وبالتالي حصل أيضا مجموعة من الإجراءات التي كانت ضد الحكومة الإيرانية أو ممثلياتها الدبلوماسية في أوروبا وبخاصة بعد ما صدر من محاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في مدينة فيلبان في باريس واتهام بعض جهات الدبلوماسية وراء عمليات إرهابية وصفت بالإرهابية هنا وهناك أوروبا صرح مجموعة من قادة أوروبا وبخاصة الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة ضد مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية وبالتالي إيران ليست مرغوبة بشكل فعلي في أوروبا هذا على مستوى النواية وبالتالي لو بقيت الأمور على ما كانت عليه أوروبا مستعدة أن تبيع كلام إلى نهاية دون أن تفعل شيئا لإيران السؤال الثاني ماذا تستطيع أوروبا فعله فعلا لإنقاذ الاتفاق الأوروبي الاقتصاد الأوروبي لا يستطيع أن يقف بالعموم أمام الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأوروبي مضعض مجموعة الدول الأوروبية ليست بخير اقتصاديا وهي تعاني من أزمات وهذا يعكس حامش حركة ضيق للاتحاد الأوروبي هنا يأتي السؤال بعد تراجع المواقف الأمريكية يعني المشهد الأمريكي كان مخيبا لكثير من الأطراف التي أرادت توجيه ضربة لإيران والمضي بشكل حاسم أمريكي انتجاه إيران لهؤلاء كانت الخيبة بمواقف ترامب هل أوروبا تستطيع استغلال هذا الهامش؟ هل نتوقع شيء مختلف في الاجتماع الذي سيجمع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بحضور روسيا أيضا في نهاية هذا الشهر؟ أظن أن ما تستطيع الدول الاتحاد الأوروبي القيام فيه الآن هو الثقة الدبلوماسي الذي يمكن أن تدخل رأينا أن السفير البريطاني الذي زار طهران ويقوم بنقل رسالة بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي الحراك الدبلوماسي سيزداد أوروبيا نتيجة تخوف أوروبا من اضطرابات ستنعكس عليها وبالتالي الآن الأمور بدأت جدية وبمعنى آخر نجحت إيران بهذا التهديد مع ردود الفعل الرخوة من قبل الجانب الأمريكي تجاه هذا الموضوع بإثارة القلق والبلبلة في مجمل منطقة الشرق الأوسط، الخليج العربي وحتى أوروبا التي تتخوف على الأقل من ارتفاع أسعار النفط التي تثير فيها مشاكل اجتماعية واقتصادية مخيفة إلينا سبنينا انطلاقا من نفس الفكرة الرخاوة كما وصفها الدكتور خلدون نبواني بالموقف الأمريكي هذا سيفسح مجال لدخول طرف أو لمبادرة ما؟ برأيك هل الأوروبيين سيستغلون هذا الوقت؟ أم أن موسكو لها أيضا دور آخر في الاجتماع المقبل مع إيران؟ أنا متأكدة بأن كثير من بلدان العالم هم ضد سياسة أمريكا هذه وجهود توسطية هي الآن مطلوبة ولكنها تكون صعبة بالتأكيد لأن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران أظهرت بأن هناك قوى لا تريد هذه المصالحة ما بين أمريكا وإيران ولكن على هذه الجهود تستمر من غير اجتماعات في روسيا هنا قمت دول عشرين أيضا أنا متأكدة أن الملف الإيراني ستكون له أولوية كبرى في هذا الاجتماع فبرأيي روسيا مستعدة أن تنسق مع أربا ومع الصين ومع اليابان حتى هذه الجهود هل برأيك العلاقة الروسية الأوروبية صحية لكي يجتمع الطرفان على حل الموضوع الإيراني؟ برأيي هذه العلاقة طبعا بعد الأحيان ممكن أن تكون متوترة بسبب ملفات أخرى منها أوكرانيا ولكن أوروبا تريد أن تتعاون مع روسيا وهنا في تجاه إيران نرى تطابق وجهة النظر بشكل كامل ما بين أوروبا وروسيا أنا أقصد أكثرية دول أوروبا ليست بريطانيا التي دائما مع أمريكا ولكن أوروبيون هم يفهمون بأن ما يفعله الآن دونالد ترامب هي ضربة بالنسبة لأوروبيين هي ليست شراكة أمريكية أوروبية صحيحة كما هو مطلوب دونالد ترامب أشار إلى أوروبا مكانها وهذا المكان هو ضعيف فأوروبا غير مرتاحة بهذا المكان دكتور أحمديان لحظيا تبدو تهران بموقف قوة دعنا نقول في الأيام الأخيرة ولكن بشكل عام هي تتجرع على عقوبات موجة تلو الأخرى وقبل قليل أعلن ترامب أنه سيمضي قدما في حزمة عقوبات أخرى أيضا الاتحاد الأوروبي في رده على المهلة التي منحتها تهران للاتحاد الأوروبي قبل أن تخفف التزاماتها تلغي بعض الالتزامات في الاتفاق النووي عاد ورد الاتحاد الأوروبي بأنه سيطبق عليها عقوبات بمعنى لحظيا ربما هي لحظة انتصار لطهران ولكن على المدى الطويل طهران موجوعة اقتصاديا فهل من تنازلات إيرانية طبعا طهران موجوعة اقتصاديا والوجع يزداد طهران استبرت كما سلفت عاما لترى ماذا يحدث في الجانب الأوروبي والأطراف الأخرى الموقعة أعتقد أن إيران اليوم توضح أنها بدأت في خياراتها الأخرى بدأت تظهر بدائلها المحور في هذا البديل الذي يجري التركيز عليه هو إبداء واقع أن سياسة الضغط الأقصى الأمريكية المتمثلة بالعقوبات التي يراد منها خنق الاقتصاد الإيراني ستصل إلى طريق مسدود ولكن سأستعير من السيدة إلينا سبنينة قالت في جوابها الأول أن تبدو المنطقة على شفا حرب لا أحد يتوقع دونالد ترامب ماذا سيقوم به المطلوب هنا بما أننا نتحدث عن إطار تفاوض هل إيران مستعدة لتقديم تنازلات معينة؟ عندما حضرتك تتحدث عن بدائل يعني الآخر يقرأ البدائل الإيرانية التي بدأت يقرأها فيما حدث في مياه الخليج فيما يحدث من الحوثيين على الحدود السعودية وكل هذه بدائل لا يتلقاها الآخرون بروح طيبة بالتأكيد إيران أيضا لم تتلقى البدائل الأمريكية بروح طيبة الولايات المتحدة نكثت عهدها وباقي الأطراف لم توفي بعهودها هذا أيضا غير مغبول في طهران طهران ما أريد أن أوضحه أن هذه السياسة التي تنتهجها اليوم إيران هي هدفها القضاء على سياسة الضغط الأقصى تقول طهران لواشنطن أن هذه السياسة طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات خنقها هناك بدائل ستلجأ لها وعلى الولايات المتحدة إما التصعيد ودخول الحرب بالفعل وإدخال المنطقة في حرب وذلك يبدو ليس خيارا لا لطهران ولا للولايات المتحدة أو التراجع عن هذا الضغط الأقصى هذا الطريق المسدود الذي ترسمه طهران أمام الولايات المتحدة بعدم تراجعها أمام هذا الضغط لأنها تعلم أن أي تراجع سيأتي بتراجعات أخرى وضقوط أخرى كما حدث بعد الاتفاق النووي لذلك الخيار الإيراني ليس تراجعا أمام إدارة الولايات المتحدة لكن المضي قدما أمام هذه القدرسة الأمريكية لناس بنينا استمعت من جواب ضيفنا من طهران ما ذكر هو إيران الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة السؤال هنا هل من قيمة للموقف الأوروبي أو أي دولة أخرى؟ لأن البعض يرى أن كل ما يجري من التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران هو فقط محاولة لرفع سقف المفاوضات لكن في النهاية ستكون المفاوضات إيرانية أمريكية نقطة آخر السطر ما رأيك؟ والله يبدو أن بوجود نظر سيد دونالد ترامب لهذه المواقف لا توجد أي قيمة إضافية ولكن إذا كانت هذه الجهود أحدية الجانب يمكن كذلك ولكن إذا وحدت أوروبا جهودها مع كل من روسيا والصين واليابان فأعتقد أن نستطيع أن نفعل شيئا بوجه هذه الضغوطات الأمريكية الخطيرة شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة لكل ضيوف يبدأ من تهران الدكتور حسن أحمديان أستاذ العلوم السياسية في جامعة تهران ومن موسكو إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشق الأوسط في معها الدراسات الاستراتيجية أيضا من باريس الدكتور خلدون النبواني أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون شكرا جزيلا لكم مشاهدين على حسن المتابعة نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج ولانا وقفة موسيقى موسيقى